اهلا بكم دخلت الادارة الامريكية في حالة اغلاق جزئي بعد فشل المشرعين في التوصل الى اتفاق حول الميزانية يصر الرئيس دران ترامب الذي يجب ان يوقع اي اتفاق يصر على ان تشمل الميزانية الحكومية خمسة مليارات دولار على الاقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وبسبب عدم الاتفاق على الميزانية حجب تمويل ربع المؤسسات الاتحادية الامريكية الامر الذي يعني وقف عمل وزارات الامن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل سنعمل جاهدين للحصول على شيء ما في مجلس الشيوخ هناك فرصة جيدة جدا لن تمر الامر مطروك للديمقراطيين ولكننا مستعدون تماما لاغلاق طويل جدا ترجمة نانسي قنقر